أم أكبر الله لتكن صلاة عيد الأضحى جامعة في الأقصى رداً على قرار السلطات الصهيونية منع المصلين من إقامة صلاة العيد ورداً على تهديدات المستوطنين باقتحام المسجد وتدنيسه خلال أيام عيد الأضحى المبارك الهيئات الدينية الفلسطينية في القدس المحتلة أعلنت ذلك في بيان لها استباقاً للاعتداءات الصهيونية المرتقبة على المسجد الأقصى إذا أكد البيان الصادر عن الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس المحتلة على ضرورة غلق كل مساجد القدس يوم العيد وأن تكون صلاة العيد جامعة في الأقصى بينما غرد نشطون فلسطينيون تحت وسم عيدنا رباط لدعوة المواطنين الفلسطينيين إلى شد الرحال من أجل حماية الأقصى والدفاع عنها وبينما أكدت الهيئات الإسلامية في القدس المحتلة أن أهالي بيت المقدس وأكنافه سوف يقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع خطعان المستوطنين دعت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة المواطنين إلى الزحف نحو المسجد الأقصى أول أيام عيد الأضحى والرباط فيه لإحباط ومواجهة تهديدات المستوطنين والشرطة الصهيونية باقتحام وتدنيس المسجد في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل بينما أكدت حركة فتح على لسان القيادي حاتم عبد القادر على ضرورة منع الاعتداءة الصهيونية وعدم السماح بتدنيس الأقصى مهما كلف الأمر الاحتلال الصهيوني إذن يصر على مواصلة انتهاكاته الممنهجة ضد المسلمين ومقدساتهم في القدس المحتلة وغيرها ولعل ذلك ما دفع إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إلى التواصل مع عدد من الدول والجهات العربية والإسلامية من أجل القيام بواجبها في كبح جماح الاحتلال الصهيوني وتحميله مسؤولية ما قد يحدث من جراء تلك الاعتداءات المرتقبة في حين يبقى على الشارع المسلم في رأي محللين مسؤولية كبرى في الإعلان عن رفض جرائم الاحتلال وتحذيره من مغبة تكرارها